بعد ثلاث سنوات من المرض لا تزال نوف الطفلة المصابة بسوء التغذية غير قادرة على الوقوف بقدميها التين تزداد نحولا وكما هو حال عشرات الأمهات تحاول هذه الأم بصحبة الممرضة المختصة تغذية طفلتها عبر وريدها بعد أن توقفت قابليتها للطعام الأمر الذي زاد من سوء حالتها التهاون في مرض سوء التغذية وعدم الفهم وعدم أعطاء الأهمية الكبيرة لهذا المرض يترتب عليه مضاعفات كثيرة منها الأمراض المزمنة منها الأمراض المتكررة كذلك فغر الدم هبوط السكر أمراض كثيرة ممكن تؤدي إلى الوفاة الفغر والجهل برز كأهم أسباب الإصابة بسوء التغذية حسب الأطباء هنا في محافظة أبيان الأمر الذي جعل خطر الإصابة المتزايد يهدد حياة الكثير من الأطفال والأمهات خصوصا وقد وصل عدد الأطفال المصابين منذ مطلع العام نحو مئتين وعشر حالات بحسب مختصين هنا معنا IYCF Corner اللي هي زاوية المشورة للأمهات حول تغذية الرضع وصغار الأطفال نعلمهم كيف يقوموا بتغذية أطفالهم حول الرضع الطبيعية ونعلمهم ما هي الممارسات الصحيحة القيدة الخطر المترتب على هذا المرض والذي قد يؤدي إلى وفاة الكثير من الحالات يجعل منه أحد الأمراض الخطيرة والمنتشرة وسط شريحتي الأطفال والأمهات لطفي إبراهيم قناة بلقيس اشتركوا في القناة